السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي مرحبا بكم عفضاء فاطيمة السوسية كنتمنى تكونوا دائما في الصحاب السعادة ورحت البالة اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الوصفة الماسك ديال البشرة هاد الوصفة مدهلة بزاف للبشرة بسم الله غادي نبدأ المكوينة ديال الوصفة هما هادو عندنا القرقاع هو الجوز تقريبان شي ثلاثة ديال التجميل هاد القرقاع البلدي هذا هو القرقاع البلدي هو اللي يجيزون في الوصفة التجميل القرقاع البلدي ثلاثةء ديالesi ديالتكارات دهج evol�ت نع等等 ثلاثة الدك записته خلاصة دهج الفην وضكتهم فنظف ومرز وضقتهم في المهرز وضقتهم في المهرز نيلتهم في المهرز تطحنوا ليم زيان عدلتهم في الجبانية هندي ثلاثة القرقاعات مطحونين القرقاع مفيد بزاف في البشرة ديالنا كما مفيد للدد ديالنا خسنا نتناوله بالصمراء هيته هو مقوول للدكرة كيقوي لين الدكرة ديالتنا وكيحميها بزاف ديال africa أمراض الصار آمراض فخدان الذكيرة والاطرابات اللي كيكونوا في المخ ديالنا هو فيه الدهنيات فهي الدهنيات اللي كيحتاجها لجسم ديالنا أكثر يلبشرة ديالنيات القرقاع فهي الدهنيات اللي كيفيدوا لنا البشرة ديالنا وكيقوي البشرة وسيحي الجسم والبشرة وعندنا البيت ديال البيض البيت ديال البيتة هو مغضي للبشرة وفي البروتينات في البروتين اللي كتحتاجوا لبشرة ديالنا وكيبيض لنا البشرة وكيوحد اللون ديال البشرة كيولي اللون ديال الوجه موحد وبيض وعندنا خلطفح خلطفحته هو مغدي للبشرة ومعقيم كي يعقم البشرة ديالنا من البكتيريا ومن الأوساخ ومن الميكروبات هو معقيم ديال البشرة ولكن ما خصناش نكتره غيرت مع القص صغيرة غيرت مع القوحدة غيرت المسحوق ديال القرقع ديال الجوز غيرت هنا تحنطوه وغيرت عليه مع القص صغيرة ديال الخل ديال الخل تفح دبتها عليه وخليتو رطب واحد ساعة بشي الله كي يرطب لي القرقع مزيان وكي يدخل معها لخل بسم الله ندعو في الوصفة ديالنا البيت ديال اللي بيت كان خلطوه ارتق وكي ندعو وكي نزيدو على داك القرقع ديالنا وخلط الفح نزيدو وكي نحرقو بسم الله كي نحاول نخلطوه مزيان كي نساجم لنا مع البيت ديال تشتيل لون ديالها كي نرى البرقع كان قوي من اللي درت عليه لخليها لتفح ولا بيض ارتقل بشرة تهيارة وبشرة كتبيض كتولي موحدة وكي نرى اللون ديالها بيض كي نرى بيض كريم القرقع كي يرتب لنا البشرة كي يساهم في الترطيب ديال البشرة ديالنا وكي تبين يرتبون عين المكونات كي يكونوا عندنا موجودين ديال اغلبية اي دركة المكونات عندهم موجودين المهم من يكونوا في الدركة المهم مغضين الدات والبشرة هاد الوصفة منها ماسك ومنها مقشر كتقشر لنا البشرة ديالنا كتزول ديال جلدة الميتة وكتزول الأوسخ البشرة ديالنا كتنقى وكترتح هاد الوصفة ديال القرقع كتكون فيها تاموهدئات كتهدئ كتهدئن الأعصاب مكشي علش كتولي البشرة ديالنا ناشطة وكتكون اه ارطبا ونعيمة ارطبا ونعيمة قوم بترقع ارطبا ونعيمة بقوم بترقع معه هوبل دي المليط حمده وكان قوي المليط خلط معه خلطها بيض كله كله بيض حلوكوكو كيخلي لنا البشرة ديالنا كيخليها بيضة وارتباع بسم الله هنجرب لكم شوية فيدي نزور نتلقوها في وجهنا هكذا بحلقة نتلقوها في الوجه كل شي كان نبعدوها من العيني نتلقوها على الوجه كامل هذه الوصفة من أحسن تديريها جوج خطرات في الأسبوع هذه الوصفة مهمة بزاف للبشرة كتغضيها وكتنقيها وكتنعش لنا البشرة نتلقوها في وجه ديالنا نتلقوها في الوصفة المهمة على حسابية لا يوجد شي حاجة مضرة على حساب عشرين خمسة وعشرين دقيقة تلتلاتين دقيقة قاعدة تحسي بها نشفت شوية وكتشد واحد البقطنة لك نينيكس كتديرها بها ألحاك كتدير بها مقشر كتدير بها تديلك العوجهك باش كتكون مقشر تجيب حل الصابون نقيل بشغب السف ونقدر ندير الجسم ديالنا كله نبغي ندير الجسم كله نضغل المقادير نضغل المقادير وندير الجسم كله تجيب كيف شكتكي تزوي الأوسخ اللي كيكونو في الداخل مالذي كيكونو داخل دو كل مسامات ودوك تقييبات اللي كيكونو عندنا ف دد ديالنا يكتريه في الوجه ندي كي نضغي هذا الوصف دوك المسامات كيتحلو وكيخرجو دوك الأوسخ ودوك الزوية ودوك الوسخ اللي كيكون فيو هاي الوصفة ديالنا هي هادي كنتمنى تشربوها رأي الله جربتها غادي تعجبكم بزاف غايتحسوا بالراحة في البشرة ديالكم وغايتحسوا بالجلدة ديالكم رطبة بزاف كتولي بحل ديال الدراري الصغر كتولي ناعمة رطبة بزاف وكتبيض اللي عنده ذكي السميرار اللي كيكون عنده شوية جلدة صمراء ولا قهوية إلا داومة على هاد الوصفة اللي عنده شوية ديال السمورية في الوجاه ولا كتكون شوية قهوية ممكننا تديرها ثلاثة هاد لاخطرات والاربعة في الصيمانة باش كتتوحد لها اللون ديال البشرة وكتقد لها الشركة ولي كلها بحل بحال وديها بتاها مع العنق تبضها مع العرق ديالها كل شي باش كيكون لوجاه والعنق يكون في لون واحد وهذه هي الوصفة ديالنا ديالك اليوم كنتم نتعجبكم وتجربوها وإلا جربتوها رسلوا لي التعاليق اللي بقى ما اشتركتش في القناة ديالي كنتم نتشترك باش تعوم الفائدة لجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى الفيديو القادم إن شاء الله